اكد السيد خالد الامين رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين اكد على السير طبقا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مناسبة نعم واشدد رئيس لجنة الثروة الغذائية على اهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع ادارة حماية المستهلك وفرقها الميدانية والجهة ذات الصلة جاء ذلك خلال توقيع اكثر من 200 من تجار الأقذية في البحرين على وثيقة الشرف بعدم رفع اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك والعمل على توفير كافة احتياجات المستهلكين من مختلف المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل